ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا خير وفي احسن حال النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي يقول اعجابكم. ازاي قولكو بوستو بقى فيديو روايح وطشطشات وحبشتكنت وحاجات كتير. عمش ايه بقى يا سنتي الكل ما تنسيش كده وفق في احلى لايك من ايديكي. وفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك احلى اشعار كده من قناتي فات اشعاري وتقولي وفقنا زر الفيديو. وطبعا حبيبي اللي مش عاملين كده اشتراك. اه يلا اعملوا معينا اشتراك فضلا ولاسا امرا اللي عاجبتكم قناة عشان القناة تكبر. النهاردة بقى عملت روتين حلو. لا هو مش النهاردة برضو عشان ما بقاش كده. هو مش النهاردة. لكن سجلتو النهاردة. اه كنت عاملة الفيديو دوت بقى كده. وقلت بقى اسجله وانزله لكم. كده شوية حاجات حلوين. وعايز اقول لكم فيديوه ده كان وراي مشاوية. كان وراي ده اختجامي ده والله العظيم. انتي بقى يعني مش هاخلص. انا مش هاخلص. انا مش هاخل يعني اتكسي اليوم ضاع وتكسي نفسك مش قادرة تقفي. فقلت بقى مش هينفعي الكلام ده. فطبعا البقاء دي يجي تلتة اربح تيام مشاوير ورا بعد. مشاوير ورا بعد. يطلع لكده مشوار اتلاقي نفسك في حاجة ضرورية تنزل لها مش عارف ايه. فالمشاوير لما بتفتح على طول بقول لكم كده. تفتح بقى. ساعة تعود في الشقة ممكن بالاسبوعين ما نزلش ولا يبقى وراي حاجة. اه والله زي بقول لكم كده. فعايز اقول لكم كنت جايبة بقى شوية خ والله قعدوا عندي في التلاجة ما عارفش يومين. اه يومين والله والله اكتر كمان ولا تلاتل. اه 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 روح المستعين يعني ربنا يا عنا ويقوينا والله بقى. اه اه وانا نادرة نادرة لما بنزل اروح مشوار بقى يعني بس لما تلقى مضطرة خلو. خلو. ايه المهم بقى عملت شوية خضر وعملت شوية اكل وهعمل كده معيكم بربا كتور زبطت شوية حاجات كده هتعجبكم في حاجات كنتو طلبينها مني عملتها في الفيديو ده هي جاب المصادفة والله العظيم فقلت بقى ايه المتبعين كانوا طلبين مني الكلام ده اه فكملي بقى معي الفيديو حاطتلك كده فكارات بسيطة في في اول الفيديو هبتجي هشرعه اول ما اجي اسجر الفيديو هشرع على طول المهم ان بيبقى اجيه كده في اول اليوم بتاعي لبست كوكا كده ولبست وبعد كده نزلنا هنا بقى بطريقة الطعم بتاعها آآ ونزلت بقى كده وخدتها بقى في التوك توك كده ويبين بيتسيبنيش يا جماعة ما بيتسيبنيش بقى رحنا كده المشوار بتاعنا فجيت بدري الحمد لله اللي قلت بقى خلاص بقى يلا حضر بقى فطار لاني كنا نازلين من غير فطار مضطرة بيجي لك كده حاجة تقومي قيمة منهم تجري بس كل خير الحمد لله المهم بقى اللهم بصالة العربية كنا جايبين شوية موز لاني انا مجرد منزل بكين ده تبدل تقول لنا موز موز بتموت في الموز تقولوش انا جاي بقير ده صغيرة فالمهم بقى ايه وحشنا البطاطس بتاعتنا دية اللي هي ايه البطاطس البطاطس بجيبها من عند بتاع الخضار وكده طيقية وفاقي يعني احنا مش عارفينها لأ انا بقول لكم ليه كده عشان على طول انا بحمر معاكم بطاطس اللي بجيبها من السوبر ماركت اللي هي متفرزة وكده فقلت النهاردة لأ انا بحشنا بقى البطاطس بتاعتنا دية كده فقلت بقى اشر شوية بطاطس وعايز اقول لكم كمان للحبة دول اصلا انا كنت نسيهم في التيربو فيبتدوا يزرعوا كده ويقولت لأ خسار متعارفين بقى انا بستخسر الحاجة ايه لقدر الله تبوز وكده فقلت لأ انا كده كده نفسنا رح يطلاها يعني قلت اعمل فطار والله العزمي عارفين انا راجع من بره يعني المفروض عارف ان انا هعمل فطار انا نسيت اجيب مثلا كيس فول كيس طعمية نسيت اجيب اي حاجة فسعدت سبحان الله العقل كده تحس وقف وقف كده في حتة معينة ومش بيركزها لأي حاجة فقلت الحمد لله ايه في شوية حاجات بسيطة كده في البيت نعمل منهم فطار النهاردة يعني هنغلب مش هنغلب احنا ستجد عن اه فانا من الناس اللي ايه عارفين عقلي يقف كده ساعات تلاقيني مش عارفة فكر اناس يا انا عايزة ايه هعمل ايه بس الحمد لله يعني ربنا بيوفقنا برضه اه غسلت بقى البطاطس وروحت جاية تانية حطيت شوية ملح وشوية خل عايز اقولك بتود البطاطس في حتة تانية شوية ملح كده وشوية خل وفضال يلف البطاطس كده وده على دقيعة الروخامة زي ما انا عملت كده الممي بقى اللي ابتها وطبعا الزد كنت قدحته كده وروحت بقى منازدلة بقى حبة شمي ريحت البطاطس انا ولاقل في البيت بنعشق حاجة اسمها برادس برادس عيالي هم صغيرين يقولوا برادس وعيالي اخواتي بردق ما يقولوش بطاطس لأ برادس هنا بقى جبت الجبنة القديمة وروحت حطيت شوية طحينة كده عشان هي ما تحلاش طبعا الا بالطحينة والبطرمان ده قلت له انت كفية عليك كده تعالى بقى اخسلك بقى حطيته في الحوض عشان اخسله كده حطيت شوية زيت وهارست بقى الجبنة كده قلت عمل طبق جبنة قديمة كده محترمة الجبنة القديمة دي ممكن تقعد عندي عادي بالشهر والشهرين طالما بقى احدها ما يجراش حاجة في التلاجة يعني طالما في التلاجة ما بجرلهاش حاجة آآ جبت بقى طماطم وقلت ايه بصتي هو طبق الجبنة ده بالنسبالي واجبة فطار او واجبة ايه في اي وقت بالنسبالي انا بعشقها يعني طول ما في جبنة قديمة تعرف ان غفا مش هتسكت مش هتسكت بنعشق الحوادق بطريقة مش طبيعية اه والله آآ قطعتي بقى طماطم كده على الجبنة القديمة وشوية طحينة شوية زيت وعملنا طبق كده بصتي محترم بيتحدث عن نفسه بيخلي كده ريئي كيجري والله بصوا انا يعني بس اجل لكم الفيديو انا ريئي جري على سنكوشت روح اخد سنكوشت تاني وبعد كده ما كانش بردك ما جيبتش عايز صابح بصوا كل ده وانا كنت تحت يعني بس انا ايه انا والله العظيم اتلخ فينا وعمل اقول يا رب انا كل يوم يطلع لي مشوار انا عايز اطبخ دماغي في الطبيق نسيت الفطار فقلت عادي بقى عادي بنحط القش في الميكروف بيطلع لنا كأنك لسه جايبا من الفرن يعني مجراش حاجة البطاطس المحمرة بتاعتنا الحلوة دي اللي بصوا الكل بياشع مين ما بيحبش البطاطس يعني نادرا لو لقيت حد قالك انا ما بحبش البطاطس دي اه قلت بقى اما عامل بيت بسامنة وخلص كده ببيته وفاقت صرفت وعملت فطور عملت فطر ولا ما عملتش قلولي عملت فطر ولا ما عملتش تصرفت تصرفت اه هنا بقى مسكت حطيت كده بتاع دوات زبدة وحطيت شوية كده فلفل شوية ملح وقلبتهم تقليبة كده محترمة اهو وخلصت كده هنزل البيت بقى على طول وعملنا اه واجبة محترم يلا تصرفنا بتقول لكم احنا ستات جدعان والله آآ زبطت بقى الفطور عايز اقول لكم شربت في انجال القهوة وروحت دخل اجري بقى بسرعة ايه آآ يعني خايفة الكهربا طيقطع المطور يوقفني بصوا بنبقى متدربكين كده طول اليوم يعني آآ لاني طبعا انتم عارفين بقى الكهربا طيقطع تلاقي المية بقى وقفت عشان احلى عندنا متور طبعا وكده فبصوا بنبقى متدربكين متدربكين ووضوع الكهربا ده رواشنا شوي خلصت كده حضرت الفطور بتاعي واتصرفت يا اختي اتصرفت بصوا بقى قلت بقى ايه قبل مخرجة شرب في انجال القهوة بتاعي يعني انا خرجت فطرت وبعد كده رجعت بسرعة حطيت كده اللحمة على النار قلت بقى تتسلق اللحمة دي انا كنت تفرزها برضو معيكو آآ ومقطعوها كده معيكو غسليها ومقطعوها عشان اطلحها على طول على الحلة آآ حطيتها كده هوت وبحب ان انا شوحها يعني اديها صدمة كده بقى انتو عارفين آآ حد فيكو قال لي يا وفي انا عايزك تعملي الملوخية وتوريني بتعمليها ازاي عشان بتسقط مني آآ يعني بتسقط منها وبتمقى خفيفة فهقولك بقى وانا بعمل الملوخية ما تسقطش منك ازاي وطريقة سهلة جدا وهتفضل بخضرها كده بصدي لتاني يوم عادي لو قاعدتها كم يوم في التلاجعي دي يعني بس اما بيقولك يعني الملوخية هي فوقتها خلاص يعني ايه اللي فوقتها لغزة بتاعها يعني بتفقد الكيمة الغزائية آآ معارفش يقولك من بعد يعني من بعد ما انتو تشاها كده بحاجات بسيطة يعني مش عارفة المفروض نشربها وهي على البتجاز عشان بلا حد نكتب لي قبل كده فايه المهم ان شاء الله انا هيوريكي بقى انا بعملها ازاي عمرها مصيقة تتميني خالص هنا بقى كنت بقولكو بصوا بقى انا شربتلكو في انجالي القهوة وفوقت وحطوا لايك حلو عشان الفيديو ده ان شاء الله حلو كده وهيعجبكم الطرحة معدولة او معدولة آآ دخلت بقى على المطبخ كده على طول وكنت محتاسة بكين ده هتشوفوا دلوقتي وانا شايلها يعني مين ياخد كين ده يومين يا جماعة خدوها يومين بس يعني خدوها يومين المدارس عشان يعني انا من غير اخواتها محتاسة بيها آآ اتوقت عيطلي برة زي الاطفال وتتلكك على اي حاجة تقمس طب اعمل ايه طب اعمل عايز انا سيبلي في ايدي وافضل اجاد دي فيها كل شوية اقول لها في ايه يا بنت فيه انت ميتسلط علي هنا بقى انا بفضل حاجة بتاعت الفطار بحب بص انا احطها كده في اللطباق دي عشان اللطباق دي بتخش الميكرويف فبجهزها فيها كده لو مثلا حد جاء ولا حاجة ده شوية بطاطس على شوية بيد آآ فبحطهم عادي يسخنوا باللطباق دي ايه انا ما خرجت خدت كين ده لان كانت عملة عيط وهنا مش فهمة حاجة يعني انا خرجت عملة مالكة بنتي في ايه طيب مين ميديك وفي حد في الشقة لانا وانت آآ لا انا عايزة هنا انا عايزة هنا طول النهار تقول لانا عايزة هنا وهنا طبعا الدروس ده ده كده يعني آآ فالله المستعيل الحمد لله على كل حال يعني فبجد بجد يعني تحسون هي عندها فراغ كده من غير اخوتها والفراغ اللي عندها ده والاكتئاب اللي عندها بتطلعوا ايه بتطلعوا في انا فيشوا في انا نضفت الروخامة زي ما انتم شفتوا كده وكان عندي شوية مواعين كده في الصفاية فقلت برضك ايه اشيلهم برضو كده بالمرة آآ والله هم وصالة على النبي رحت جبت لها موس كده هي بتحب الموز طالما في موس طول النهار تفضل راحة جاي عليه آآ فقلت لها كده تسلي فيه عباية المخلص بقى اللي وراي هنا بقى مسكت اللحمة اللي ببتدت ان هي تغلي فقلبتها كده المعلقة وقعت في الارض فجبتها على طول على الحوضة خسلها ايه هنا بقى جبت المروخية بتاعتي والفاصولية اللي بقى له مش هاهر في التلاجة انا من ساعدة عارفين يا جباية انا من ساعدة بجبت الفاصولية والملوخية دول بقول لهم انتوا اللي فيكم حاجة غلط في حاجة من ساعدة ما دخلتوا البيت وانا عمال يجيلي مشاوير مش عارفة عملكم فيه سر في الملوخية والفاصولية دول الملوخية عملت سورة والفاصولية هتبتدي تدبل طب وبعدين وبعدين يا جدعي فقلت فيه سر من ساعدة ما جبت الفاصولية بعدت جبت فاصولية وملوخية وانا كل يوم المشاوير تطلع عجل بقى عجل فاعجل طبعا انه اعمل اكله كده الله المستعين والله بصوا انا في اخر في اخر لايف عملته لكم كلمتكم كلمتكم على حاجة كده معينة فاكيد في ناس كتير ما شافتش اللايف ضغط فحبا برضو من خلال الفيديو كده وانا بصبن شوية المعين دول ارغي معاكم فيهم طبعا عارفا في ناس سمعت الكلام ده وفي ناس ما سمعتش الكلام ده بصوا يا جماعة انا كنت في مشوار وكنت في محل كده صاحبة المحل يا جماعة عارفيني فالمهم بتسأل لي على قناتي بتقول لي قناتك عاملة ايه يا امو الزياد وكده وانطلها الحمد لله الدنيا ماشا تمام فالمهم هو انا وقفة راحت واحدة استمعتني بتقول لي ايه ده انت فتحة قناة انت يوتيوبر وانطلها او فالمهم قالتلي انا في صاحبة قناة زيك اديتها خمس ثلاث جنيه عشان تعمل لي بتاع دوت فيديو تعرض لي في الحاجات بتاعتي طب ايه الحاجات بتاعتك قالتلي بديل الحفظة اديت لها كزا واحدة ايه اعتبر الحفظات اللي هي وارتها لاني فتحيت للفيديو الحفظات دي تعتبر الواحدة برضو دخل على خمس تلاف جنيه لان الحفظة عاملة سبعمائة وتنمائة جنيه فيعتبر جايبالها للشقة كلها تمام تمام فبتقول لي خدت الخمس تلاف جنيه ايه وقلت لها هتاخذي بديل الحفظة دوت تعرضه لي في القناة وبعد كده بعد ما اتخلص العرض بترجعه لي فالمهم اللهم صالح النبي بتقول لي والله العظيم يا مزياد انا ولا استفدت حاجة من الخمس تلاف جنيه اللي اديتهم لها لاني ما استفدتش حاجة وفي نفس الوقت عملة تحيل عليها ان هي تبعتلي بديل الحفظة بتاعي كل شوية تقول للأدمن بتاعتي بكرة بعده بكرة بعده مش عايزة تبعتلي بديل الحفظة تلاف معنا كده ان هي مش هستدولك اصلا ادي اه شكلها كده فالمهم هي وردتني قناة والله يعني انا نفسها سعيدة هي بقت هنا متابعة معينا هي بقت مشتركة هنا معينا في القناة بقت متابعة معينا مختينا يعني انا ما بقولش متابعين والله يعني بحس ان انا يعني بغلط لما بقول متابعين انتو اخواتي وامهاتي معي يا ربنا بحلمش منكم فمن هنا لو اي صاحبة قناة بقى بتسمعني وبتعمل الحركات ديت في الناس اللي غالبينة وهي شكلها فعلا ستة طيبة انا عايزة اقول لكم دي لو ستة بين الستات كده الستات القضر كده اللي بيعرف في جيبه حقهم كتعرفت يعني جيب حقها فيعني انت خدت الخمس تلاف جنيه في اعلان اصلا انا مش شايفة ان يعني تاخد الخمس تلاف جنيه بس اقول ما ليش فيه بقى انت انت حرة بقى بتطلبي ايه بتنحري قلبي الناس ازاي انا معرفش طب يا ستة بديل السجد انتوا متفقين ان انت تعريدي قدامي الناس وترجعه ولا طب ليه بقى ليه حرم عليك ليه بتستحيله الحرام حرام والله العظيم يعني اكيد دي كل شوية قاعدة بتقول حسب الله نعمل وكيل فيك فهل هيبقى مفروش معاك كده بالخير اش عارفة يعني اش عارفة ربنا يهدي الناس دي بصتوا هنا هنا الام دي وبنتها يعني انا لو سمعتكو ايه اللي حصل كان زملكو فاصلين من الداحك هي بتكنده بت ايه بتفصص معايا الفاصولي فانستت وراحة تحطها في بقى فروحت انا سرخة بقى زي اي ام يعني عافين كده نادية جندي في الافلام وهي بتتعذب انا عملت كده عشان كده بدح قلت لها لأ لقيت لكو كندة سرعت البت والله العظيم اتفزعت يعني رحت اعتحك واخدها بفضل عملت طب طب عليها فعملت حك على نفسي بقى الصرخة بتاعتي اصلا هي هي اللي فزعتها والله مشكلة انا وكنده لما بنتسب مع بعض كده يعني الناس اللي في البت دي لما بتسبنا انا وكنده مع بعض بنعمل دويت وبيعلم بيلا ربنا فصيبت علي بقى لما عاطت هي عاطت تخضت يعني تخضت من الصرخة بتاعتي وانا مخدودة عشان الفاصولية مش مخصولة وهي راح تحطها بقىها هي مش فاهمة فالمهم هنرجع تاني لموضوعنا يعني كل واحدة فتحك هنا بتعمل اعلان لحد تقلاف قرشك اللي داخل عليك وعلى عيالك وعلى بيتك حرام حرام تأكلي عيالك حرام عشان يعني اعمل يا ست حاجة يعني انا معرفش مش عايزة افضل لقول خمس تلاف جيني كتير اللي انت عملته يعني كده كده يعني اللي ست مش فاهمها ده الفيديو اللي احنا بننزل فيه كده كده بيجيب لنا مشاهدة يعني بيجيب لنا ايه فلوس تاني فنتقل لا يعني في حاجات ممكن اقولها الناس مش فاهمها فاهمها لهم فاتقل لا يا جميع وبتطلق تستحيل له الحرام الناس بتحزب عليك والله فوالله يعني طول ما احنا عايشين في الدنيا بنشوف حاجات غريبة بنشوف الناس بتاكل بعضها عشان القرش يعني انا لما بتقول لي قلت لها والله هنا ينفع افتح لايف وممكن اعمل معاك فيديو بس انا هدخل ما نفس في حوار مع القناة التانية والكلام ده لاني هنقول اسم القناة فعشان جوزي وعشان ما عملش مشكلة لي عشان اقدر اكمل في قناتي عشان تامر ما يتضايقش مش اكتر يعني شانت عارفين اي رجل ما بيحبش المشاكل فقلت لها والله يعني من خلال اللهم صال على النبي يا رب الجروب بتاعك ممكن تقولي اسم القناة وتكتيبيها وتعرف تاخد حقك بس وبعد كده بيركزي بقى في اللي انت بتقوليه فبتقولي تعمليلي انت بتاع دوات انا عمل لها انا بتاع دوات عرض زي التانية ما عملت قلت لها انا مش هفيدك بحيجة مش هفيدك بحيجة روحي للقناة تكون عالية شوية عني لان انا دي اعتبر لسه قناة جديدة مش هتفيدك بحيجة قلت لها الصراحة منا ممكن ياخد منها برضو مبلغ اقل من اللي خدته واعمل له والاسم عملت بس حرام انا فهمة والله طول ما بنتقل لاف نفسنا ربنا هيرسلك لنا دنيتنا وطول ما احنا بننتش من بعض ما بنبقيش كده على بعض عمر محلنا هيتصلح يعني مهما تعلي 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 بالنتش اللي انت بتاخده في لحظة ربنا بينزل بني ايدا او الله طولت عليكو بس ساعات الواحد بيقول كلام ممكن حد يستفيد منه يعني او يتعز منه مثلا لو هتأميلي حاجة لا ارجعي فيها عشان احروم عشان ربنا يعني دوسو بقى تعالي بقى الناس اللي قالتلي يا وفاق عرفين الفاصولة بتعملوها ازاي انتوا يا مصريين تعالي وريكي فاصولة ايها المصريون تعالي هنا خرطت بصلية كده محترمة وحطيت معلقتين كده زبدة وشوحت كده البصلية وهنا جبت نص معلقة تون كده مفروم من بعد ما البصلية يعني دي بليت وروحت كده مقلباهم مع بعض وخلاص كده انا ببسابهاش ان هي تتحمر ولا حاجة البصلية انا بسابها بس تتبل وبعد كده هنزل للطماطن بتاعتي اللي انا عارفة ايه نهاية غطيلي كمية الفاصولة اللي انا عامليها يعني وحطيت بعد كده ماجي حطيت شوية فلفل اسود حطيت شوية ملح سنت كده سكر بسيطة عشان الحمودة وشوية ملح خلاص على كده نقلب بقى ايه الكلام ده وهسيبها بقى ايه يعني تاخد غلوتين كده معايا وبالما شوح الفاصولية الخضرة بتاعتي بتشوحها يا وفقة طبعا بحب ان انا شوحها واخدين على كده حطيت كده صنية على النور وحطيت فيها معلقتين زبدة وبعد كده قلت بقى هشوح الفاصولية بتاعتي اهو بس ايه الزبدة بقى عشان جابها من التلاجة وكده فمس صيحة يعني فقلت صيحة هنزل بقى الفاصولية بتاعتي وعايز اقولك الصدمة اللي انت هتدعى لهدية مش حافظة ليه بنصدمها بس يلا اللهم مستحيل عايز اقولك التشويحة دية بقى بتخلي خضرها كده يزهر اكتر وكمان تبقى في الطبيق خضرة كده وجميلة معاك هنا بقى في معلقتين الزبدة دول عاد تقلبهم كده وجبت بردك نص معلقة توم مفروم كده على الفاصولية على طول نزلتهم وقلبي لي بقى الكلام ده كله اهو يعني تقلبتين تلاتة كده لحد ما تحس ان الخضر بتاعها كده يعني فتحة اكتر يعني وخلاص على كده وخلاص على كده سبتها بقى ايه شوية طبعا مش سبتها شوية على النور خلاص انقفلت العين كده وسبتها ايه على جنب عبيل ما تسبيك تغلي معينا شوية زي ما انتم شايفين كده وبعد كده نزلت كمية الفاصولية بتاعتي وتمام على كده هجيب اللحمة بقى هبتدي ان انا حطها اللحمة كانت دخلة على السوى عشان كده الفاصول ما بتاخدش سوى يعني فجبت اللحمة كده حطتها اهو وتمام عايزة تحطي مع مغرفتين شربة حطي انا لقيت الدنيا كده تمام يعني ما رضيتش حطي مغرفتين شربة ولا حاجة اهو يعني الطمطم كانت كتيرة فمحطتش لكن انت لو كده حط المغرفتين بس شربة وخلاص على كده اللهم صال على النبي يا رب وقلت بقى هنا ايه ابتدي اعمل الرز بتاعي وهو بيستوي كده عشان طبعا البتجازة عندي صغير فمش هيسعفني ان انا اعمل كل حاجة مرة واحدة فقلت قبل ما الرز يستوي اكون نضفت بقى الملوخية وعلى كل ملوخية ما بتاخدش حاجة في ايدي يعني حطيت زبدة وحطيت زيت وحطيت كيس شعرية لاني بحب الشعرية تكون كتير قوي في الرز وشوحت كده وقلت بقى اعمل شوية رز كده بشعرية وبقى لي كتير ما طبقتش وكنت برتاح النهاردة اني انا قديت واجبي قديت بصي شوية طبيخ من اعمق وقلبي صدقيني اغزلت بقى شوية رز كده وبقى نزلتهم كده اللهم مصلع على النبي يا رب وزبطتهم كده في الحلة وتمام كده اهو رأيكم في الجمال ده اه وشوحتهم بقى على كده اه صحيح قبل ما نسى الناس اللي قريبة مني من هنا اللي قالتلي يا وفاء اه قلتلك انا لو بتاعت الفراخ ان شاء الله اللي باخد منها اللي بتربع على السطوح عندها او في بيتها يعني عمتا اه لو رديت هحطلكوا الرقم بتاعي التليفون بتاعها اه فأنا كلمتها فعلا وقالتلي ماشي وديتني رقم هحطه لكم هنا في اول تعليق مسبت اكسم بالله حتى هتسألوها انا مش واخدة منها حاجة لا تفتكروا ان انا عاملة كده عشان واخدة بتعمل اي حاجة في البيت يعني الله يعينها يا ربي على عيالها هي يعني جوزها متوفي وهي بتربي في رخ وكده يا جماعة وبتبيع ويعني ستة عزيم كده ايه نشجحها اي ستة بتعمل يعني اي حاجة في بيتها كده لقم تقش بالحلال انا بحترمها جدا وبحب ان انا شجح ويعتبر ان هي جارتي والله انا معرفة في اللي حد الان هي بتبعتلي مع ابنها او بتبعت مع ابني يعني فانا والله ولا شفتها اسيسا يعني انا كلمتها بس في التليفون مش اكتر فحتى انا لو نسيت قولوا لي يا وفاق فين رقم التليفون هحطه لكم تمام تمام تعالوا بقى للملوخية اه اللي قلتولي حد فيكو طلب مني وفاق ملي معانا الملوخية وريني ما تسقطش منك ازاي بصت بقى يا ست الكل وبصت كنت هساو صاولي دلوقتي بصوا الشربة مش سخنة تمام الشربة الشربة سخنة حاجة بسيطة نزلت عليها الملوخية مش لازمة تكون بتغلي نزلت الملوخية كده وفكتها بواحدة ميجي كده في الشربة وهي دافية تمام عشان انا مش هخليها تغلي خالص واللي بتاعي حلو فكتها كده بالمعلقة وهنا شوية التوم على شوية الكوزبرة نشفة بحمرهم كده في معلقة زبدة وقداية برضو في الملوخية كده بفكها وبالحق بسرعة حمر التوم عشان ازلها على الملوخية طيب مش عايزة الملوخية تسقط ما تغطيهاش خالص ما تغطيهاش نهائي مش هتسقط معيك واما بتي ايجي تقدميها كده في الاطباق تقليبيها كده بالمغرفة وتجيبي من تحت الفوق من تحت الفوق بعد كده تحطي في المغرفة بتاعتك عايزة اقولك شوية ملوخية هتدعيلي عليه اهي بصي ولا سقطة ولا عمراء تسقط معي تسقط بتاع ايه تسقط بتاع ايه ده انا وفاة هنا بقى اللهم صالحة للنبي كده ابتديت ان انا انشر غسل بتاعي طبعا كان المفروض ان انا حطي الاكل بس مستنياهم بقى يتجموه على خير بص يا جماعة المسحوق اللي انا غسلت بيه البتاعة السطارة ينهر ابيتخلى السطارة زي القشطة من جواه منبرغدين بالكو السطارة ندفت ازاي فوالله العظيم يعني انا مبسوطة اقوى من المسحوق ده بجده والله مخليلي السطارة اشطة اشطة اشطرخر انا مش عايزة ان انا استغنى عنه خالص انا ما صدقتي حاجة بتنظف كده وحلوة انا حطيت اه ساعتها شوية كلور معيها مش اقول لكم لا بس هو ده مش الاساس لان انا كل مسحوق كنت بحط كلور مع السطارة ديت في الغسل والله ما بحس ان هي بتديلي ان اضفها اللي انا نفسي فيها فمع المسحوق اللي انا جبته الجديد ده اللي بقى لي كده شهرين يعتبر بستخدمه وفرحانه بيه بصي بيخلي الدنيا فلا فلا واي بقع بيشلع من غسل وكده المهمة اللهم صال على النبي يا رب طبعا انا هنكتف هتلاقي لسانة بيتلوح كتير كنت بقى يعني طول ما انا بقى واقفة بعمل الفطار عملت الغداء اخسل الدورة دي ورا الدورة دي كان عندي يعني تلات مرات غسلت تلات مرات كان عندي شوية غسل واحنا طبعا انتم عارفين غسل خلاص بقى الغسل ده غسل شتوي كده دفيات والترينجات شتوي فبحاول لانا اخسل ايه لا كفاية كده عشان ينشف يعني سعب بقومش هيا للسطارة بس بعد التصوير عشان طبعا نجريني وبكده يعني بقومش هيا للسطارة بعد ما نخلص خلاص النشير وبس بقى الغسل ينشف يعني عشان بس السطارة طول ما هي محطوطة مش هتخلولي ينشف في يومه يعني مش هنخلص فبخلص وقومش هيا للسطار المهمي بقى قلت عبالما هم يتجمعوا اللي في الدرس ييجي واللي هنا ييجي واللي نايم يقوم او والله يعني بفضل اجمع فيهم كده قلت انشر غسلت بتايع عبالما يتجمعوا على خير فانا مش هاسكت انتو عارفيني بقى بعد كده البناطيل بعد كده لو في ملايات في مثلا فيوة الكلام ده كل وتعالوا بقى نشوف احلى ملوخية كده اللي عمرها ما تسقط منك ولا حاجة تسقط ايه ستة كل واحنا موجودين مفعش الكلام ده وخلاص على كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة مستنية اللايك والكممنت بتاعك وقولك مع عالف سلامة واستنظري ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة